بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجده من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديثنا موجه للصف الثالث التأهيلي وعنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات الجزء الثالث تعليمات تامة في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له تأكد أن الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية والصف الثالث التأهيلي نستعرض بإذن الله تعالى أهم ما تعلمنا في درس الوضوء الدرس الرابع كان لدينا يبطال درس الوضوء بإمكاني إذا لم يكن لدي الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا الباركود وسيتوجه به مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي ومن خلاله استطيع المتابعة لهذا الدرس بشكل صحيح يجب الوضوء لثلاث عبادات أولا الصلاة وكذلك يا أبطال نتذكر من خلال ما تعلمنا يجب الوضوء لثلاث عبادات منها الصلاة وكذلك ذكرنا يا أبطال عبادتين كنا ذكرناها في دروسنا من يذكرها منكم أحسنتم عندما أريد لمس والقراءة مس المصحف والقراءة من القرآن الكريم يجب علي أن أتوضأ والثالثة كذلك أحسنتم وذارك الله فيكم عندما أريد الطواف عندما أريد الطواف فأنه يجب علي أن أتوضأ إذن الوضوء يجب لثلاث عبادات الصلاة ومس المصحف وكذلك الطواف فضائل الوضوء أولا محبة الله عز وجل ثانيا يرفع الله سبحانه وتعالى بالوضوء درجات المؤمن يوم القيامة ثالثا مغفرة الذنوب إذن يا أبطال الوضوء له العديد من الفضائل فأنا يجب علي أن أتعلم صلاتي لا تصح إلا عندما أتقن الوضوء بشكل صحيح وكذلك هذا الوضوء له الكثير من الفضائل فالله سبحانه وتعالى يكفر به الذنوب والسيئات فيجب علي أن أتدرب على هذا الوضوء وأطبقه بالشكل الصحيح كذلك هو سبب في محبة الله لي سبحانه وتعالى إذا أتقنت وتعلمت وتدربت على هذا الوضوء وأطبقته بالشكل الصحيح وسنتعلم كذلك بعد قليل كيف نطبقه بشكل صحيح في البداية أولا أقول بسم الله ثانيا أغسل كفي ثلاث مرات إذن في البداية يا أبطال إذا أردت الوضوء فأني يجب علي أقول بسم الله ثم أغسل كفي ثلاث مرات في البداية عندما أقول بسم الله ما الذي نقصده دائما يا أبطال نتدرب على أن أقول بسم الله بسم الله ما المقصود ببسم الله عندما تقولها عندما تريد أن تأكل عندما تريد أن تتوضى عند الكثير من الأعمال فإنك تقول بسم الله ما معنى بسم الله بمعنى أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال وكذلك أطلب البركة من الله سبحانه وتعالى بها بأن أذكر اسمه عليها لكي تتبارك عندما أذكر اسم الله سبحانه وتعالى فأنا أستعين الله سبحانه وتعالى وأطلب منه البركة عندما أسمي سواء عند الأكل عند الوضوء وغيره من الأعمال فدائما أحرص في بدايتها أن أقول بسم الله ثم أغسل كفي ثلاث مرات أتمضمض وأستنشق بيدي اليمنى ثم أستنثر بيدي اليسرى وأكرر ذلك ثلاث مرات نلاحظ كما تشاهدون في هذه الصورة لهذه البنت الرائعة تقوم بالوضوء بالمضمضة وكذلك بالاستنشاق الاستنشاق هو أن أقوم أن أستنشق وأستنثر ما معنى أستنشق من خلال ما تشاهدون أن أدخل الماء إلى أنفي وأقوم بسحبي بشكل بسيط يعني أصحب نفس ولكن خفيف جدا حتى لا تأذى أنفي ثم أستنثر أقوم بإخراج هذا الماء بعد ذلك من أنفي إذا مهم جدا نتدرب أغسل يدي أقول بسم الله أغسل يدي ثلاثا ثم أتمضمض وأستنشق كذلك ثلاث مرات المضمضة هي أني أدخل الماء يعني في فمي وأتمضمض أجعل الماء يدور داخل فمي ثم أقوم بإخراجه ثلاث مرات وكذلك الاستنشاق أقوم بإدخال الماء إلى أنفي وأستنشق بشكل بسيط وخفيف جدا ليدخل الماء إلى داخل الأنف ثم أستنثر أقوم بإخراج مكان داخل أنفي كذلك أقوم بتطبيقها ثلاث مرات الرابع أغسل وجهي من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا أكرر ذلك ثلاث مرات إذن كما نلاحظ ونشاهد في هذه الصورة أني أغسل من منابت الشعر يجب علي أن أغسل من منابت الشعر أغسل وجهي من بداية منابت شعر الرأس من حدر كذلك من اللحيين يعني من هنا من أسفل الوجه مهم جدا أقوم بغسله وكذلك بالعرض أكون مكان من أسفل الأذن أسفل الأذن أسفل الأذن ليس الرقبة وإنما أسفل الأذن أقوم كذلك بغسله وأكرر هذا الغسل للوجه ثلاث مرات بمعنى أغسل وجهي يا أبطال ثلاث مرات بهذه الطريقة أسفل الأذنين وكذلك اللحيين وكذلك منابت الشعر يعني من بداية منابت شعر الرأس أقوم بغسل وجهي وأكرر هذه العملية ثلاث مرات إذن أيضاً نقوم بتكرار وتذكر الخطوات أولاً أقول بسم الله أغسل كفي ثلاث مرات ثم كذلك أتمضمض وأستنشق ثلاث مرات بعد ذلك أقوم بغسل وجهي ثلاث مرات هذه هي الخطوات للوضوء التي تعلمناها وعشرنا إليها الخامس أغسل يديا اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات ثم أغسل يديا اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات مهم جداً يا أبطال أن يكون الغسل من أطراف الأصابع يعني من بداية من عند الأضفار إلى المرفق إلى المرفق يكون الماء وصل إلى هنا يكون الماء وصل وتجاوز المرفق يتكون يتجاوز المرفق لليمنى و كذلك ليد اليسرى بعد ذلك أبلّي اليد بالما ثم أمسح بهما رأسي أبتدئ من مقدم الرأس حتى أصل إلى قفاه ثم أعيدهما إلى مقدم الرأس مرة أخرى أفعل ذلك مرة واحدة بمعنى أذهب إلى الخلف من بداية من مقدمة الرأس إلى الأخير مثل ما نشاهد هنا ثم أعيدها مرة أخرى إلى مقدمة الرأس إذن يا أبطال من خلال ما تعلمنا نريد أن نتأكد من العبادات التي يجب الوضوء لها قراءة الأذكار أو الطواف يجب علي أن أتوضى إذا أردت قراءة الأذكار أو الطواف أحسنتم إذا أردت الطواف كذلك لدينا من فضائل الوضوء محبة الله سبحانه وتعالى أو غضب الله سبحانه وتعالى أحسنتم بالتأكيد محبة الله سبحانه وتعالى الآن لنكمل بقية الخطوات السابع لدي أمسح أذني باطنهما بأصبعي السبابتين وظاهرهما بإبهامي أفعل ذلك مرة واحدة كما نشاهد يا أبطال بهذه الصورة الإبهام هنا والسبابة كذلك في الداخل الثامن أغسل رجلي اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم أغسل رجلي اليسرى إلى الكعبين ثلاث مرات مهم جدا أن يكون أتجاوز الكعب وأتأكد من غسلها كاملة حتى في الأسفل هنا يكون وصل الماء كذلك أقول بعد انتهاء الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبد الله ورسوله إذن يا أبطال مهم جدا أن نقوم بتطبيق هذا الوضوء التدرب عليه بمساعدة من والدي المعلم أحد أخوتي الكبار حتى نطبقه بالشكل الصحيح إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع والمشاهدة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته